موسيقى حتى هذه المافيا تجعل لها حد إذا كنا نحن أصحب حق رطوه لنا في أقرب وقت إذا كنا نحن ما عندناش الحق قلوها لنا في أقرب وقت موسيقى موسيقى نحن مالكين لنا خدتها الوالدة في عام 1973 جوشينا سطرموا علينا قالوا لك ودينتهم محتلين غير ساند ونحن عدنا العقود دياننا وهما العقود مشوحي يدوم لنا من المحافظة وداروا عقود جدا وشطبوا علينا منتمة وجابوا لنا أوراق مزوارة قالوا لكم هم المالكين وتحكمت في البتدائي في السينا في الإفراغ وجاءت عدي القوى العمومية حتى هي ولنا ندبون مقفى هذا كالإفراغ ديت تنفيذ وقفناه واللي شرات الدار ديالي هي موتقة موتقة وبها محامي نحن بالموازات ديال هذه القادية ديالنا لتاجعنا في سنة 2014 وضعنا واحد الشيكاية نيابة العامة وتحالت على الفرقة الوطنية ودبا من 2014 ما لدينا حتى شي جواب ولوالو ونحن دبا تباقين تنة سنة ونحن دبا في 2020 فايتها خمس سنين وما عندنا حتى شي جواب عليها أنا واحد من الناس اللي تزادوا في الشقة اللي محكم عليها أنا والعائلة ديالي بالإفراغ أنا تزادت في تسعد وسبعين وتزادت في هات الشقة اللي محكم علينا احنا باب الإفراغ الوالدين ديالي عندهم الوثائق أنهم خداوها بقنطها من عند الاساسيتي اللي كانت ديك الساعة مخولة لها المحكمات جاري هاد الحي هذا داباب بريسغير نعرف أنا يا واش شكل اللي نصاب واش هذيك الشركة اللي بعتلينا نحن في ذاك الوقت في 71 ولا ما عارتش 72 ولا إحنا اللي نصابة ولا هادو اللي جاو جداد وبغوا يحكم Bruxs بالإفراغ هم اللي نصابة يوجد الكثير من الأطراف في فضل القادية ونحن نفهمه وكان هناك واحد لكوانسيدنس الناس الذين شراءوا قاعد الناس هادوا جيراننا اللي تحكم عليهم هنا بالإفراغ الناس اللي اقتنوا هادوك الشقوق قديالهم كلهم عندهم علاقة بالقضاء في الجهاز قضائي سواء قادي سواء محامي سواء في المحكمة كلهم عندهم علاقة بالقضاء المثال اللي غادين نعطي أنايا هو السيدة اللي اخدت الشقوق قديالنا وحكم علينا بالإفراغ هي نوطيرا والأب ديالها محامي ولكن جيران ديالنا كلهم محامين هما اللي اقتنوا الشقوق ديالهم أو قوضات ويتانعرف واش كاملة هاديك سواء مكوانسيدنس علش ما كنينيش ناس عاديين هما اللي جاوش رواد الشقوق والشقوق علش تبعوا بعشرة المليون مئة ألف درهم الشقوق كتساوي هنا يا دابة في السوق كتدير بين 80 و 100 مليون بين 80 و 100 مليون 800 ألف درهم مليون درهم وهذه الناس راكينين مقيدين في الوطائق بأنهم خداوها بعشرة المليون مئة ألف درهم مغريبي ماشي إماراتي ولا كويتي هاد الشي اللي بغيت نوضح هاد الشي أرى ما كيتقبلوش العقل ووجدت تسنتتي حنا الفرقة الوطنية في 2014 قدرنا الشيكاية وتسنتت لنا الفرقة الوطنية نمشاو الناس الفرقة الوطنية ونزيد لأكد بأن الفرقة الوطنية انتقلت تلي هنا باش تسنت لواحد السيد معواق وتسنتت له ومن بعد بتحالت هاد الشيكاية من بعد منلي تحالت هاد الشيكاية بغينا نعرفوه فين وصلت واش كينا عند وكيل واش كينا عند قادي التحقيق واشنا ما بقيناش تسدعينا واللي الكاريتا شنا هي اللي خيبه قاع بزاف هو منلي تطرحات الشيكاية في 2014 مرةها بقوا وكيصدروا الأحكام بالإفراغ على الناس وكتجي القوة العمومية من مرة ديك الشيكاية وهاد الشي كامل وكيت يفرغوا الناس بالقوة العمومية هاد الشي ما كيدخلش للعقل هلا قادي نقول لكم حاجة وحدة رسالة وحدة إيه لك إن احنا أصحاب حق رضوه لنا في أقرب وقت إيه لك إن احنا ما عندناش الحق قولوها لنا في أقرب وقت والسلام عليكم في 2014 تفاجئنا بناس كي تداعوا بأنهم هما أصحاب أصحاب الملك العام لهذه العمارات الجدود لهذه العمارات نحن ساكين فيها تفاجئنا بـ 2012 جانا وحد تبليغ استيعجالي باش نفرغوا الشقة لأنها لم تصبح بملكية ديالتنا الشقة تباعت للناس إحنا لا علمان لا نبيا من ذلك الساعة وإحنا في القضاء مع المحامون باش يدفع لقادية ديالنا مع كل الأسف ديما الحكم كي تخرج كي يصطدم بالإفراغ ديباب اسم الضحايا التي تحكم عليهم بالإفراغ كانت حطت واحد الشيكاية جماعية في 2014 وبينانا إلى يومنا هذا بقى ما عرفناش المقال ديالها وإحنا ديما مهددين بالإفراغ كي ما أقولت في آخر حكم تصدر تصدر في 2019 باش يفرغونا من المنزل ديالنا وكان عارفو هات الشيكاية في نواصلة باش نحن نرتاحو في الحياة ديالنا وكان طلبو أننا نتنصفو من السلطات العليا على رأس صاحب الجلالة ينصفنا وملكياتنا تبقى في الحوز في حوزتنا ما نتضروش لأن العائلة كل هات رأي نقول لك ألي توشي با هاد الإفنمان ومعنا نعيشون من بينهم الوليدة ديالتي هاي أحدا يا رأى تبارك الله أمي رأى عندها تقريبا 94 عام رأى هاد الحالة اللي دات الإفراغ اللي احنا كنعيشوا رأى مأطرع لها بزاف وهاد الملك ديالنا نحن رأى عايشين في كي قلتك واحد وستين عام قلت زاد هنا كلمات هنا رأى ماشي احنا ماشي جدد احنا رأى أول ما نسكن فرد العمارة سيس بي اللي كتفو في الشقة ديالتنا اللي والدي ديالنا ملكها وعندو جميعا لحوزة ديالنا كتبت الملكية ديالنا حنا احنا جاءو ناس داروا اعطوا ارقام ولبسوا رأسهم رقم ديال واحد رأسهم العقاري اللبسوا الشقة ديالنا باش يضلوا القاضاء ويكونوا احنا ضحية نحنا كان نطلبوا كان عاود نقول صاحب الجلالة ينصفنا وتبقى للملكي ديالتنا في حوزة ديالنا كما كان ناشد هاد الناس اللي كيقول لك بان هاد الشقة ولد في الملكيات ديالهم يديروا ادعواء ضد المافيا اللي بعت لهم الشقة باش حنا يجنبونا ونتفادوا هاد المصاريف اللي كنصرفوا في المحامون تقاربا من الفين واثناش الى هادا الفلوس را مكانت تلقاش غير هنا احنا ناس متقاعدون ممكن لناش مدون نصرفوا الاموال ديالنا باش نسترجعوا لحق ديالنا وباش نجنبو جميع المصاريف اللي كان صبحنا مكان قدروش اليها وهاد العصابة يعني حاليا مشدودة في الحبس لديمت كتير من القضايا في ملفات العقار وكان طالبوا جهة مسؤولة انها تاخد يعني بعين اعتبار هاد الناس اللي كي تشردوا دعبا مازالين كي تشردوا ومازالين الناس يعني كي تتضروا من هاد العمل اللي داروا هاد المافيا احنا اليوم كانوا واقبوا هاد ضحايا من سنة 2015 من هاد لوبي اللي لتخاعلهم ديال العقار وهاد الناس وضعوا الشكاية ديال الزور في مدة دابة خمسة سنوات او ستة سنوات وهاد الميلف كانت سائلوا احنا كجمعية اللي نضلنا فيه وما زال كان نضلوا ما غن تنازلوش الي هاد الميلف حتيت نصفوا هاد الناس هادو كانت سائلوا علاش هاد الميلف لا زال جامدا من سنة 2015 شنو السبب وكان طالبوا من سلطة القدائية والنيابة ورئاسة نيابة العامة بتعجيل بتحريك هاد الميلف لان هاد الناس بزاف عانا وبق نكعاني وبقى الافراغات وهاد الشي هاد الناس رب ما بقوش قادن عليه هاد لوبي هاد خسو حد لان خلق لنا بزاف ديال المتاعب وهاد ناس ممكنش يتشردو يمشيو للزنقا المغاربي قدوا يسبرو عليها بزاف الحوائي جوال لكن تعريهم وتخرجوا مستقف ليهما مستور انتحت منه ما كيرفضوه باتاتا وكان نرفضوه حناك جميعا وغنواكبوا محاربة هاد المافيا ما غنسكتوش عليها وغنوا نادلو نادلو حتى هاد المافيا تجعل لها حد اراه الم..! مات لاش تقبؤ 지 للميةว remixة حتى اكتب الصوتين لجرس لاحظ لجديد الفيديوهات من هذه الحواة مات لاش تقبؤكee انتحت صوت كل落 للميسا